نظرية المعرفة الإصلاحية reformed epistemology مصطلح الإصلاح مشتق من حركة الإصلاح البروتستانتية داخل الديانة المسيحية في العصور الوسطى بأوروبا في مواجهة الكنيسة الكاثوليكية المصطلح مستخدم هنا للإشارة لرؤية جديدة أخيرة في محاولة فهم العلاقة بين الإيمان والعقلانية رواد حركة المعرفة الإصلاحية الفيلسوف الأمريكي المعاصر ألفين بلانتينجا والفيلسوف الأمريكي المعاصر نيكولاس والترستروف والفيلسوف الأمريكي ويليام ألستين الحركة غير دلالية non-evidentialist لأنها بتأكد على فكرة أن الدليل غير مطلوب لتبرير معتقدات الفرد وإيمانه لكن على العكس من النظرية الإيمانية فيديازم الصبقة عليها بتجادل أن الاعتقاد أو الإيمان في وجود الله من الممكن أن يكون عملية عقلانية بالرغم من نقصان أو حتى نعدام الأدلة اللي بيتناقض بالضرورة مع النظرية الدلالية اللي بتجادل أن من غير العقلاني يكوين اعتقاد دون دليل الأمر اللي له تبعيات أخلاقية بالإضافة لتناقضها مع النظرية الدلالية بتتناقض أيضا مع الرؤية التأسيسية الكلاسيكية classical foundationalism اللي بتجادل أن الاعتقاد مبرر عقلانيا لو كان بيعتمد على أساس صحيح وأن كل المعتقدات المبررة إما أساسية تماما properly basic أو مشتقة من المعتقدات الأساسية بالنسبة للنظرية التأسيسية المعتقدات الأساسية تماما بتنقسم لثلاث أنواع واحد المعتقدات الراسخة incorrigible أو المعتقدات المتعلقة بتجربة الفرد الشخصية اللي من المستحيل أنها تكون خاطئة مثلا اعتقاد أن الفرد بيتقلم اتنين المعتقدات البديهية self-evident اللي بتشمل المعتقدات المنطقية البسيطة أو الحقائق الرياضية اللي بناخدها بديهيا على إنها صحيحة زي قانون عدم التناقض non-contradiction law أو اتنين زال اتنين تساوي اربعة إلى آخره ثلاثة وأخيرا المعتقدات الحسية evident to the senses اللي بتعتمد على أحد أو كل الحواس الخمسة زي مثلا رؤية شيء ما أو شم رائحة ما أنصار النظرية التأسيسية الكلاسيكية زي اللاهوتي توما الأكويني توماس أكوينس ريني دي كارت جون لاك ودايفيد هيوم برغم من اختلافهم في تحديد المعتقدات الأساسية بدقة إلا إنهم على الأقل بيتفقوا على أحد الصور الثلاثة السابقة بلانتينجا ووالتر ستروف جدلوا في كتابهم المهم الإيمان والعقلانية العقل والاعتقاد في الله Face and Rationality Reason and Believe in God اللي نشر سنة 1983 إن طرح النظرية التأسيسية الكلاسيكية مليء بالإشكاليات ويمكن أهم اعتراض الدمو هو إن النظرية يبدو إنها بتضحض نفسها Self-refuting لأن معيار صحة أي اعتقاد هو عقلانيته وتبريره عن طريق المعتقدات الرسخة البديهية أو الحسية إذن هل النظرية نفسها مبررة بمعتقدات رسخة بديهية أو حسية يبدو إن الإجابة حتكون لا وبالتالي النظرية نفسها لا تتفق مع معيار التبرير العقلاني اللي وضعته مش بس كده لكنهم جدلوا إن بالرغم من إن الرؤية التأسيسية الكلاسيكية لابد من رفضها إلا إن موقف التأسيسيين إن المعتقدات المبررة عقلانيا لابد أن تعتمد على معتقدات أساسية صحيحة بشكل عام موقف صحيح الرؤية التأسيسية اللي دافع عنها بلانتينجا والترستروف جزرها في حركة الإصلاح اللاهوتي اللي بيزيل الحاجة للأدلة لإثبات المعتقدات الدينية الأساسية بعض المعتقدات الدينية مثلا كالاعتقاد في وجود الله بتعد معتقد أساسي صحيح properly basic طبقا لبلانتينجا من المهم الإشارة هنا إن بلانتينجا والإصلاحيين الآخرون أرادوا شيء آخر بمصطلح معتقد أساسي المستخدم في النظرية التأسيسية أي المعتقد الراصخ البديهي أو الحسي في النظرية المعرفية الإصلاحية المعتقدات الأساسية هي المعتقدات اللي من المعقول والعقلاني الإيمان بيها حتى في حالة غياب الأدلة أمثلة عليها المعتقدات العقلية معتقدات الزاكرة أو وصف الحالات العقلية للآخرين مثلا أنا شايف كمبيوتر أو أخويا في حال التألم إلى آخره معتقدات على هذه الصورة بتعد أساسية من وجهة نظر بلانتينجا بالرغم من أنها لا تعتمد على معتقدات أخرى إلا أن لها أساس مثلا تعرض الفرد تجربة الماء في يومه قد يوحي له بتصور شجرة أو كائد ماء في الحالة دي الاعتقاد ده غير معتمد على معتقدات أخرى إلا أن له أساس وهو خواص معينة للتجربة اللي بتعرض لها الفرد بتلعب دور أساسي في تكوين الاعتقاد عنده وبالتالي بتلعب دور أساسي في تبريره ده بالإضافة لأن المعتقدات العقلية دي من الممكن تبريرها إذا 1. لم يخالف الفرد أي واجبات معرفية 2. وبداخل حدود حقوق المعرفية بقبول اعتقاده 2. مجموع معتقدات الفرد وعلاقتها ببعضها البعض 3. لم يصبح في حالة تناقض بقبول المعتقد العقلي إذن اتصاق الاعتقاد العقلي مع مجموع معتقدات الفرد يبرر له قبول المعتقد الحركة التالية لبلانتينجا هي ادعاء إن الاعتقاد في الله مشابه للمعتقدات دي زي أنا شايف كمبيوتر أنا عطشان أو أخي في حالة تألم هذا الادعاء أيضا بيعد اعتقاد أساسي صحيح وبيجادل إن في عقل كل إنسان عاقل يوجد إدراء طبيعي بالسماء أو الله البشر في كل مكان مهما كانت درجات تقدمهم العقلية لديهم قناعة عميقة بإن الله موجود وهو خالقهم في حين إن الخطيئة أو التعليم الخاطئ من الممكن إنه يؤثر على قدرة الفرد في تقرير إن كان الله له وجود لكن بالنسبة لبلايين البشر من أتباع الديانات العالمية الكبرى الاعتقاد في وجود الله اعتقاد أساسي صحيح فردية بلانتينجا تعرضت لنقد من عد الجهات أولها إن لو الاعتقاد في الإله اعتقاد أساسي لماذا لا تكون كل الاعتقادات أساسية طالما إنها اتفقت مع مجموعة اعتقادات الفرد الاعتراض ده معروف في أدبيات فلسفة الدين باعتراض قرع العسل العملاق جريد بومكين أوبجكشن هناك على القصة الفكاهية المصورة في متسلسلة بيناتس الأمريكية اليومية الفكاهية فيها الولد بيعتقد في وجود أرع عسل عملاق بيظهر في حقول قرع العسل للأفراد المؤمنين بعيد الهالوين طبقا لفردية بلانتينجا لماذا لا يصح الاعتقاد في وجود أرع عسل عملاق وبالتالي يصبح اعتقاد أساسي رد بلانتينجا هو إن في فرق الاتصال بين أرع العسل والله لأن طبقا لنظرية المعرفة الإصلاحية البشر عندها ميول طبيعية للاعتقاد في قرع الله لكن لا توجد ميول مشابهة في الاعتقاد في وجود أرع عسل عملاق وبالتالي أصبح من حقوق الفرد المعرفية ضم الاعتقاد في وجود الله للمعتقدات الأساسية الصحيحة لكن بناء على هذا الرد ماذا لمش من الواضح ليه لا يمكن ضم أرع العسل العملاق للمعتقدات الأساسية اللي بيقود للنقد التاني لو كان فعلا الاعتقاد في وجود الله أساسي عند البعض زي ما فلسفة الإصلاحية بيقولوا هذا لا يبرر إن الاعتقاد صحيح الأمر اللي بيتفق عليه بلانتينجا لكن ده مبرر غير كافي لرفض طرح الرؤية الإصلاحية بأن المعتقد أساسي أي إن بالرغم من إنه لا يوجد يقين إن المعتقد صحيح بالتأكيد هذا لا يمنع إن المعتقد أساسي النقد التالت وإن المعتقد الأساسي بالنسبة لفرد قد لا يكون معتقد أساسي بالنسبة لفرد آخر الاعتقاد في وجود المسيح قد يكون أساسي بالنسبة لأتباع الديانة المسيحية الاعتقاد في وجود النيرفانة قد يكون اعتقاد أساسي بالنسبة لأتباع الديانة البيوزية أو الاعتقاد في الدعو قد يكون أساسي عند أتباع الديانة الطوية أو حتى الاعتقاد في وجود اللعنات السحرية قد يكون اعتقاد أساسي عند صحرة الفودو إلى آخره لا توجد مجموعة كونية ثبتة متفق عليها من المعتقدات الأساسية وبالتالي لا توجد عقلانية كونية أيضا وبالتالي أصبحنا غير محصورين في منظومة ثبتة من المعتقدات للأبد غير متغير رد بلانتينجا أولا اعترافوا أن استخدام الطريقة دي في تحديد المعتقدات الأساسية قد يقود لأن البشر تصل لنتائج مختلفة باختلافها لكنه بيجادل أن دي طبيعة الأمور على أي حال في العمل الفلسفي والعقل الفلسفة لا يتفق على الأمور الأساسية المتعلقة بمسألة واحدة في معظم الأوقات وبالتالي لا يرى إشكالية فلسفية في طرحه ثانيا بلانتينجا في كتابه الضمان النقاش الحالي وارنت the current debate اللي نشره سنة 1993 بدأ بمحاولة طرح معايير وليس أدلة لتحديد المعتقدات الأساسية وإزاي من الممكن أن نضمن أن المعتقد أساسي لكنها أمور ما زالت محل الجدل وخلاف فلسفي كبير خارج عن نطاق منقشتنا ترجمة نانسي قنقر